اهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان خلاص بدأنا العشر ايام الاواخر في شهر رمضان الكريم اوشك هذا الشهر الفضيل على الانتهاء وبننتظر كلنا عيد الفطر المبارك ويمكن كلنا بنستعد خلاص هذه الفترة لعيد الفطر كل عام وحضرتكم بخير وكل عام والامة الاسلامية كلها بخير بنستعد طبعا لعيد الفطر عدد كبير من المواطنين يستعدوا بقى سواء باللبس العيد الكحك والبسكوت يعني دي من ابرز الحاجات اللي كلنا تعودنا عليها وتربين عليها في عيد الفطر المبارك يمكن في هذه التعطية نستعرض مع حضرتكم اماكن منافذ طرح كحك العيد وابرز الاسعار هذا العام في البداية خلي اقول لحضرتكم انه قررت وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية وقطاع الانتاج طرح كميات كبيرة من الكحك والبسكويت استعدادا لعيد الفطر المبارك وزيادة المعروض من السلع الغذائية والبقليات والفضروات واللحوم والدواجن ومنتجات الالبان ده على مدار شهر رمضان المبارك بمنافذ الوزارة بنحو 243 منفذ سابت و32 منفذ متحرك بمختلف المحافظات طبعا ده خاصة مع زيادة طلب استهلاف المواطنين للسلع الغذائية في تلك الفترة لرفع لاب عن المواطنين وطبعا مواجهة ارتفاع الأسعار وكمان منع الابتكار أوضحت الوزارة أن أسعار كيلو الكحك بيبدأ من 120 جنيه 120 جنيه ده بالنسبة للكحك السادة و150 جنيه للكحك بالمكسرات أيضا أوضحت الوزارة أن سعر البسكويت سعره 120 جنيه ده البسكويت بيئن شادر أما البسكويت بالبرتقال سعره 150 جنيه والغريبة السادة 130 جنيه أما الغريبة بالمكسرات 150 جنيه ده الأسعار اللي أعلنت عنها زي ما قلت لحضراتكم وزارة إصدراعة وهل ده هيكون موجود في المنافذ التابعة للوزارة قلنا 243 منفذ سابت وبنحو 32 منفذ متحرك بمختلف المحافظات كمان هيكون موجود البيتفور بسعر 150 جنيه وأيضا بيكون موجود البيتفور السادة عفوا ب150 جنيه أما اللي مضاف إليه سوى شوكولاتة أو مكسرات بيكون سعر 180 جنيه طبعا كل الأزيل المنتجات تم إنتاجها في مركز البحوص الزراعية وكمان من بيناء الأصناف اللي تم إنتاجها بمعرفة المشروع الخدمي للتغذية المدرسية 80 جنيه لكيلو الكحك وقلنا بسكويت المشادر 90 جنيه والبيتفور 110 جنيه والورايبة ب100 جنيه طيب المستشار الإعلامي لوزارة الزراع أكد أنه بيتم زيادة المعروف من السلع الغذائية بمنافذ الوزارة لرفع لها عن المواطنين ده طبعا خلال شهر رمضان الكريم وأكد أن الهدف الأساسي للمنافذ هو توفير المواد الغذائية زيادة جودة عالية بأسعار مخفضة حرصا من الوزارة الدائم على توفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين وطبعا تكون بأسعار مناسبة لجميع المواطنين ده بالإضافة لتكسيف الحملات المرورية من خلال ورفع العمليات التدعى لسير العمل ومنع التلاعب في الأسعار وأيضا منع للإحتكار أوضح أن جميع منتجات الكحك المطروحة للبيع بتخضع لجميع معايير الجودة التي أتمدها مركز البحوث الزراعية ممثلا طبعا في معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصل حياتها للاستهلاك وأكد أنه تقرر أيضا زيادة المعروض من السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة في شهر رمضان المبارك بمنافذ القطاع بأسعار بتقل عن الأسواق الخارجية بالنسبة بتتروح ما بين 30 و35 بالنقم بيتم تطرح كمان اللحوم البلدي بسعر 190 جنيه وبتطرح وزارة الزراعة في منافذها أكتر من 80 سلعة بأنواع كمان اللحوم البلدي والمجمدة والدواجن المجمدة بأنواعها والأسماك والسلع الغذائية الأخرى من الخضروات والفواكه والبقليات والسلع الغذائية يعني توفيف جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وأيضا جودة عالية ده في إطار العمل على كمان ضبط الأسعار بتخفيضات بتصل لـ 45% تخفيفا عن كاهن المواطنين يمكن الجديد بذكر أن المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأرمان بالجيزة يعني مفتوح طوال شهر رمضان المبارك بيتم يوميا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقليات والخضروات واللحوم والدواجن بتخفيضات بتتروح من 25% إلى 45% لرفع لاب عن المواطنين في إطار مبادرة خير مزارانة لأهلنا يعني دي كل التفاصيل الخاصة بأسعار كحك العيد والبسكويت أيضا ومنافذ بيعيها وتوفير جميع المنتجات الزراعية طوال شهر رمضان المبارك وأيضا استدادا لإستقبال عيد الفطر المبارك كل عام حضراتكم بخير وإلى هنا تنتهي التقطيع شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء